بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت هو يوم أصحاب السعادة المقبلين على الزواج أو المقبلين على السعادة بأنهم بيجددوا حياتهم الزوجية مرة تانية فتعالوا نستمر في رحلتنا في تمهير الزوجين عشان نقدر نوصل إلى الترقي في سلم السعادة الزوجية من التوافق الزواجي إلى الرضا إلى السعادة تعالوا نشوف النهاردة من خلال رحلتنا ومحاولتنا للوصول للسعادة الزوجية اتكلمنا عن عدة مهارات للزوجين ومحتاجين أن احنا نكمل تعلمنا لهذه المهارات عشان نقدر نواصل حياتنا الزوجية وتكون مليئة بالمواد والرحمة والألفة والأمان كمان النهاردة عن نتكلم عن مهارة مهمة بيخفل عنها كثير من الأزواج وهي مهارة قد تكون غريبة على بعض الناس وهو التعبير عن الزات ازاي نعبر عن زواتنا المهم التعبير عن الزات ليه؟ لأن التعبير عن الزات ده أحد أهم أسباب التوافق الزواجي واللي بيقول عنها علماء النفس توكيد الزات يعني أحد مفردات توكيد الزات هو التعبير عن الزات وتوكيد الزات مفردة من المفردات والتعبير عن الزات وهو قدرة الشخص على أنه يعبر تعبير مناسب وملائم من ناحية اللفظية ومن ناحية السلوك عن مشاعره وأفكاره وأراءه تجاه العلاقات اللي بيعيشها اللي بتشمل الأشخاص والمواقف وكل شيء حوله وخاصة لما بيكون بيطلب بحقوقه اللي بيستحقها ويحاول يعمل كده من غير ما يكون لا ظالم ولا معتدي هو ده التعبير عن الزات لازم نعرف أن من خلال عملي في مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاء المصرية أنا اتعاملت مع حالات كتيرة من المتزوجين بس لاحظت شيء مهم جدا 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 بيشترك فيه الأزواج والزوجات الرجال والسيدات على حد ينسوا إيه هو؟ إني اكتشفت أن الرجالة بتتكلم لغة غير لغة الستات أنا عارف أن الكلام ده مكتشف بس أنا شفته عيانا شفته إزاي الستب لما بتتكلم وتعبر عن مشاعرها الزوج بيبقى حاسس هي مكبرة الموضوع كده ليه؟ والزوج لما بيعبر عن احتياجاته هي بتقول ما كل حاجة قدامه هو فيه إيه؟ فلغة المرأة غير لغة الرجل وده اللي بيخليني ببعض الأحيان بقول لهم أن أنا بشتغل مترجم بترجم ستاتي للرجالة ورجالي للستات وبيبقى الاتنين محتاجين في الحقيقة الزوجين في بعض الأحيان حاجة بنستلح عليها اسمها محو الأمية الزوجية وهنا هتظهر أهمية المهارة اللي بنتكلم عليها النهاردة وهي مهارة التعبير عن الزيت فيه كتاب مشهور ظهر في التسعينات كتاب لكاتب كان طبيب نفسي اسمه جون جراي اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهر بيحاول يعطي بعض المفردات اللي ممكن تمثل دليل لفهم كل طرف المرأة والرجل الزوج والزوجة إزاي يقدروا يفهموا بعض بس هنا بيقابلنا تحدي عند الزوجة بيخليها ما تتعملش بالمهارة دي في أغلب الأحيان احنا هنشوف التحديات إيه اللي بيخلي الناس ما تتعملش بالمهارة دي لحظوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيبين أهمية المهارة دي وبيقول للسيدة عائشة اني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني ساخطة إذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني ساخطة وإذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية يبقى رسول الله بيقول لها أنا فاهم لغة وانا شايف ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة راحت متصرفة تصرف وكسرت صحفة السيدة حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم راح فيهم مترجم اللي عملته السيدة عائشة فقال غارت أمكم يبقى احنا لازم نعرف حاجة مهمة جدا 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 اني انا لما بقول لهم اني انا بشتغل مترجم دي حاجة مهمة جدا 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 ولذلك الستات ليه ما بتحبش ما بتقدرش تستخدم المارة دي لان هي عندها عبارة مشهورة بتقوله انت لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك هي عايزة تقول ايه هي عايزة تقول انا حسة ان انا لو انا عبرت عن ذاتي انا كده احس ان انا برخص نفسي لان برضو العبارة التانية اختها بقى اللي بيجوا وكأن العبارتين دولا بينزولوا مع بعض انت لو كنت مهتم كنت عرفت والاهتمام ما بيتطلبش طب ليه الزوجة بتعمل كده لانها بتظن ان انت عبرها عن نفسها وعن احتياجاتها ومشاعرها بيقلل من كرمتها وبيخليها ايه انا اسف يعني تباني انها رخيصة انا اسف عن التعبير ده بس هي بتقول كده انها تباني انها رخيصة في عين زوجة وبالتالي زوجة تبتدي تكتم جواها كل الكلام اللي المفروض تقوله عن مشاعرها ومش بتقوله وبتحوله لتراكمات سلبية وتظل التراكمات دي تزيد وتخلي العلاقة الزوجية تزداد صعوبة وتزداد الجفوات وتزداد الفجوات كمان ويوصلوا في باكتير من الاحيين الى الخرس الزواجي ترجمة نانسي قنقر